تعجب الأب التقي من أبنائه الثلاثة الذين في سن الشباب حيث كان يجدهم في هم ومشاكل دائمة وقد علم بخبرته أن معظم مشاكلهم بسبب هجرهم للقرآن الكريم فكل واحد منهم يضع المصحف داخل علبة قطيفة على مكتبه ولكن لا أحد يفتحه ليقرأه وينتفع بما فيه بل يكتفي بتقديسه وتقبيله يوميا فجمعهم في أحد الأيام وقال لهم هذه القصة سافر أب إلى بلد بعيد سعيا وراء الرزق تاركا زوجته وأولاده الثلاثة وكان أبنائه يحبونه حبا جما ويكنون له كل الاحترام أرسل الأب رسالته الأولى إلا أنهم لم يفتحوها ليقرأوا ما بها بل أخذ كل واحد منهم يقبل الرسالة ويقول أنها من عند أغلى الأحباب وتأملوا الظرف من الخارج ثم وضعوا الرسالة في علبة قطيفة وكانوا يخرجونها من حين لآخر لينظفوها من التراب ويعيدونها ثانية وهكذا فعلوا مع كل رسالة أرسلها أبوهم ومضت السنون وعاد الأب ليجد أسرته لم يبق منها إلا ابنا واحدا فقط فسأله الأب أين أمك؟ قال لقد أصابها مرض شديد ولم يكن معنا مال لننفق على علاجها فماتت قال الأب لماذا ألم تفتحوا الرسالة الأولى لقد أرسلت لكم فيها مبلغا كبيرا من المال قال الإبن لا لم نفتحها فسأله أبوه وأين أخوك؟ قال الإبن لقد تعرف على بعض رفاق السوء وبعد موت أمي لم يجد من ينصحه ويقومه فذهب معهم تعجب الأب وقال لماذا ألم يقرأ الرسالة التي طلبت منه فيها أن يبتعد عن رفقاء السوء وأن يأتي إلي رد الإبن قائلا لا لم يفتحها قال الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله وأين أختك؟ قال الإبن لقد تزواجت ذلك الشاب الذي أرسلت تستشيرك في زواجها منه وهي تعيسة معه أشد التعاسى فقال الأب ثائرا ألم تقرأ هي الأخرى الرسالة التي أخبرها فيها بسوء سمعة وسلوك هذا الشاب ورفضي لهذا الزواج؟ قال الإبن لا لم تفتحها لقد احتفظنا بتلك الرسائل في هذه العلبة الجميلة دائما نعظمها ونقبلها ولكن لم نقرأها ثم قال الأب لأبنائه الثلاثة لقد تفكرت في شأن تلك الأسرة وكيف تشتت شملها وتعست حياتها لأنها لم تقرأ رسائل الأب إليها ولم تنتفع بها بل واكتفت بتقديسها والمحافظة عليها دون العمل بما فيها وأنتم يا أبنائي تفعلون مثلهم الآن تضعون مصاحفكم داخل علب فاخرة وتقبلونها يوميا دون أن تفتحوها وتنتفع بما في هذا القرآن وقد أنزله الله كمنهاج كامل لتستقيم حياة الناس إذا ساروا على نهجه كما قال ربنا عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ولأنكم لم تتبعوه غلبكم الهم وانتصرت عليكم المشاكل واستسلمتم لها فاستغفروا ربكم وأخرجوا القرآن وقرأوا ما فيه واعملوا به ولا تهجروه أبدا والجأوا إلى منزل القرآن في السراء والضراء إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه القرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد في يوم من الأيام أمر ملك أحد وزرائه بتربية عشرة كلاب وحشية في سرداب القصر الملكي وكان هدفه من ذلك هو إلقاء أي وزير يخطئ لهذه الكلاب فتنهشه حتى الموت ويكون هذا عقابه حتى يخاف الوزراء ويعملون على طاعته ويضمن ولاءهم دائما وفي أحد الأيام اعترض الوزير المقرب من الملك على كلام الملك في أحد الأمور الخاصة بالمملكة فغضب الملك ونسي قرب هذا الوزير منه وأمر بإلقاء هذا الوزير للكلاب المتوحشة لم يصدق الوزير قرار الملك وفي دهشة وخوف قال له لقد خدمتك يا مولاي أكثر من عشر سنوات وكنت دائما الولاء والطاعة والإخلاص لك فكيف تفعل بهذا الآن لمجرد رأي قلته ألم تجد في ذاكرتك معروفا قدمته إليك لتكافئني عليه وتعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من أزدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه رق قلب الملك لكلام الوزير خاصة أن هذا الكلام حقيقي تماما ولكن خوفا على هيبته لم يرجع عن قراره فطلب منه الوزير أن يمهله مدة عشرة أيام قبل تنفيذ هذا الحكم فاستجاب الملك لكلام الوزير انطلق الوزير إلى حارس الكلاب المتوحشة وعرض عليه أن يخدم هذه الكلاب مكانه ويرعاها لمدة عشرة أيام فقط فتعجب الحارس من طلب الوزير المقرب من الملك ولديه عمل مرموق ولكنه في النهاية ترك له عمله حتى يستريح ويأخذ إجازة طويلة بدأ الوزير يعتني بالكلاب ويطعمها ويوفر لها جميع سبل الراحة وبعد مرور الأيام العشرة جاء الحارس وأمر الملك بتنفيذ حكمه على الوزير بإلقائه للكلاب وأخذ الملك وحاشيته ينتظرون انقضاض الكلاب الجائعة على الوزير ولكن كانت المفاجأة لقد جاءت الكلاب تحتضن الوزير وتنبح تحت قدميه دون أن يجرؤ أحدها على أن يؤذيه فأمر الملك بإخراج الوزير وعندما وقف أمامه سأله ماذا فعلت لهذه الكلاب؟ قال له الوزير يا سيد الملك لقد خدمت هذه الكلاب لمدة عشرة أيام فقط فلم تنسى الكلاب معروفي وأنا خدمتك أكثر من عشر سنوات فنسيت كل هذا في لحظة واحدة ولم تتذكر لي معروفا واحدا ومحوت الماضي الجميل بيننا وكان عليك أن تتحلى بالعفو فكما قال الله تعالى في كتابه الكريم فمن عفى وأصلح فأجره على الله وقوله أيضا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالذي يعفو يكافأ بعفو الله عنه شعر الملك بالخجل الشديد من نفسه وأمر بالعفو عن الوزير وتسريح الكلاب وإخراجها من سرداب القصر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبث وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لم يكن الطفل اليهودي جاد ذو السبعة أعوام يعلم ما يخبئه القدر له على يد العم إبراهيم وهو رجل أمي مسلم من أصل تركي لا يعلم من العربية الكثير البقال المسلم من أصل تركي والذي كان يمتلك دكانا للبقالة في أسفل العمارة التي تسكن بها أسرة جاد اليهودية في فرنسا ففي كل يوم كانت والدة جاد ترسله ليشتري لها البقالة من دكان العم جاد وكان يمد يده في الخفاء ويسرق قطعة من الشوكولاتة وهكذا استمر الحال بجاد لأيام وشهور يشتري البقالة ولا ينسى أن يسرق قطعة الشوكولاتة المحببة وفي يوم من الأيام اشترى جاد البقالة ونسي أن يسرق قطعة الشوكولاتة وحينما هم بمغادرة الدكان ناداه عم إبراهيم ممسكا بقطعة الشوكولاتة وهو يقول نسيت أن تسرق قطعة الشوكولاتة يا جاد فزع الطفل جاد وشعر بالخجل وسأل بتعجب هل كنت تراني وأنا أسرقها يا عم إبراهيم فأجابه عم إبراهيم نعم يا جاد وأريد منك أن تعيدني ألا تسرق شيئا بعد الآن من عندي أو من عندي غيري وسأعطيك أنا كل يوم قطعة الشوكولاتة التي تحبها هدية لك وعد الطفل جاد العم إبراهيم بذلك ووفى بوعده فعلا ففي كل يوم يأتي جاد لشراء البقالة ثم يأخذ قطعة الشوكولاتة من عم إبراهيم ومن أجل هذا التعامل الرحيم توطت العلاقة بين عم إبراهيم المسلم والطفل اليهودي جاد وأصبح أصدقاء لدرجة أن جاد كان يحكي لعم إبراهيم كل أسرار البيت وكل مشاكله الشخصية وكان عم إبراهيم يستمع لجاد بانتباه شديد ثم يفتح درج مكتبه ويخرج كتابا يطلب من جاد أن يمسكه ثم يغمض عينيه ويفتح الكتاب على أي صفحتين ثم يعطيه العم إبراهيم الذي كان يقرأ الصفحتين التي فتح عليه ما جاد في صمت ثم يغلق الكتاب ويضعه في الدرج ويبدأ في مناقشة جاد حتى يصل إلى حل المشكلة ومرت الأيام وكبر جاد وصار شابا يافعا وكبر معه عم إبراهيم وصار كهلا وكبرت العلاقة بينهما حتى مات العم إبراهيم وقبل أن يموت أوصى أولاده بإعطاء جاد ذلك الصندوق الذي كان ملازما له وبالفعل توجه الأبناء إلى الشاب اليهودي وأخبروه بخبر الوفاة وأعطوه الصندوق كانت وفاة العم إبراهيم صدمة كبيرة لم يستطع جاد تحملها فصار هائما على وجهه وأخذ يبكي على فراق صديق طفولته ونسي أمر الصندوق تماما وبعدها بعدة أشهر تعرض جاد لمشكلة كبيرة فأخذ يفكر في العم إبراهيم وكيف كان سيساعده في حل تلك المشكلة إن كان حيا وفي غمرة تفكيره تذكر صندوق العم إبراهيم وعلى الفور أخرج الصندوق وأخذ الكتاب وفتحه فوقت عيناه على القرآن الكريم وهو لا يجيد العربية فذهب لصديقه التونسي وطلب منه أن يقرأ له الصفحتين وبالفعل بعد قراءة الصفحتين وجد جاد حلا لمشكلته سأل جاد صديقه عن هذا الكتاب فأخبره أنه القرآن الكريم كتاب المسلمين ورسالة الله إلى عباده وعلم منه الكثير عن أمور الدين والصلاة فنطق جاد بالشهادتين وأسلم أسلم حينما أدرك أن كلمة السر لم تكن العم إبراهيم وإنما كتاب الله عز وجل تعمق جاد في قراءة القرآن وفهم تفسيره وغير اسمه إلى الدكتور جاد الله القرآني وأسلم على يديه أكثر من ستة آلاف يهودي ومسيحي ولم يقف به الأمر عند هذا الحد بل سافر إلى أفريقيا حيث القبائل التي لا تعلم عن الدين شيئا وبقي فيها عشرة أعوام قرر فيها أن يحمل كلمة الله في صدره ويطوف بها في بلاد الجهل لكي ينير دروبها وأسلم على يديه أكثر من ستة ملايين شخص من قبائل الزول الأفريقية وتوفي الداعية الإسلامي العظيم في عام 2003 بعد إصابته بالأمراض المنتشرة في قارة أفريقيا والتي قال أن سبب ذهابه إليها هو رغبة العم إبراهيم فقد وجد في مقدمة المصحف الذي أهداه إياه رسمة بخط اليد لقارة أفريقيا وكتب تحتها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبجوارها توقيع العم إبراهيم فشعر أنه رسالة من العم إبراهيم إليه وأراد أن يرد جميله لأنه ربطه بالقرآن دون أن يدري دون أن يقول له أنت كافر وسيعذبك الله فقط أنار له الطريق وسار جاد فيه حتى وصل ومات تاركا أمة بأكملها أسلمت على يديه وكان آخرها والدته دكتورة ماريا أستاذة علم الاجتماع بالجامعة والتي ظلت طوال عمرها في صراع مع عم إبراهيم والقرآن الكريم تحاول هزمه فيهزمها أسلمت وهي تحاول رد ابنها لليهودية ولكنه ظل يردد الشهادة وهو مبتسم ويدعوها للإسلام واللحاق به في الجنة وظل هكذا حتى أسلم روحه لرب العالمين وهنا أدركت الأم أن القرآن ملك وتملك فؤاد ابنها وقرأت القرآن بعد وفاته فتملك فؤادها هي الأخرى وأسلمت لتزداد الأمة الإسلامية بعبادها المخلصين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون في يوم من الأيام دار نقاش حاد بين زوجين فغضب الزوج كثيرا من زوجته ورمى عليها يمين الطلاق وقال لها لن ترجعي أبدا في عصمتي إلا في يوم مشؤوم وأغبر ليس به نور خرجت الزوجة ذاهبة إلى منزل أهلها وهي تبكي وبعد أن هدأ الزوج شعر بالندم الشديد وأحس بخطورة ما فعل فخرج يبحث عن فتوى من أحد مشايخ قريته التقى بشيخ وقص عليه ما حدث معه فاحتار الشيخ في أمره وقال له ومن أين سنأتي لك بهذا اليوم المشؤوم الذي ليس به نور سامحك الله إنك لم تصن معنى القوامة والعسمة التي في يديك أنا لا أجد لك مخرجا من هذا أيها الزوج العصبي ولكن يمكنني أن أدلك على شيخ في المدينة أعلم مني قص عليه ما جرى لك وإن شاء الله سيجد لك حلا عاد الزوج إلى منزله حزينا ثم استعد للسفر في اليوم التالي ولكنه استيقظ متأخرا بسبب شدة حزنه وتفكيره طوال الليل فأسرع إلى الشيخ في المدينة وحكى له قصته ولكن الشيخ كان رده مثل شيخ القرية من أين سنأتي لك بهذا اليوم المشؤوم الأغبر الذي ليس به نور خرج الزوج مهموما لا يدري ماذا يفعل حتى وصل إلى سوق المدينة وجلس هناك شاردا لساعات طويلة أمام كشك لبيع الخردوات ثم جاء صاحب الكشك وكان رجلا تبدو عليه علامات الوقار والخلق الكريم وسأله عما به بعد أن لاحظ أنه يجلس هناك على هذه الحال لأكثر من ساعة فحكى الزوج قصته إلى صاحب الكشك وأنه لم يجد شيخا يفتيه فقال له في هدوء هل صليت الفجر اليوم في جماعة بالمسجد أم في بيتك فقال الزوج لا والله لا هذا ولا ذاك لقد استيقظت بعد الفجر فسأله صاحب الكشك هل لك أم؟ وإن كان لك فكيف حالها اليوم؟ قال الزوج نعم لي أم ولكني لم أرها اليوم فقد خرجت مسرعا فسأله صاحب الكشك كم قرأت من القرآن اليوم؟ رد الزوج غاضبا يا والدي لقد أخبرتك أنني خرجت وأنا في عجلة من أمري ولم أتمكن من قراءة أي شيء ولم أزر أمي ولم أصل الفجر ابتسم الرجل الوقور وقال للزوج اذهب وخذ زوجتك فليس هناك يوم مشؤوم أغبر وليس به نور كيومك هذا فأنت لم تصل الفجر ولم تقرأ القرآن ولم تزر أمك تطمئن عليها وتطلب دعواتها لك اذهب يا رجل وأعد زوجتك نهض الزوج سعيدا وأخذ يقبل رأس صاحب الكشك كالمجنون وهو يقول له لقد أنقذتني أطلب ما شئت يا شيخ وسأحققه لك رد الشيخ قائلا أنا لا أطلب إلا من ربي أيها الغافل ربي الذي أسعدك الآن ورد إليك زوجتك بسوء أفعالك فماذا سيكون كرمه معك عندما تحسن أفعالك شعر الزوج بالتقصير الكبير في حق خالقه وعلم أن كل الأزمات التي واجهته في حياته كانت بسبب هذا التقصير وفي خجر قال لصاحب الكشك الآن عرفت طريقي وعرفت أن كل متاعبي كانت بسبب عدم صلاة للفجر بالمسجد وعدم تلاوة للقرآن وأيضا عدم زيارتي لأمي وطلب رضاها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذهب شابان من المدينة المنورة إلى تركيا من أجل تعاطي الخمور دون محاسبة فلما وصلوا اسطنبول اشتروا زجاجات الخمر وركب سيارة أجرة وسكن في فندق هناك حتى لا يراهما أحد وأثناء تسجيل أوراقهما في الاستقبال سألهم الموظف من أين أنتم فقال أحدهم من المدينة المنورة ففرح موظف الاستقبال وأعطاهما جناحا بدل الغرفة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه لأهل المدينة فرح الشابان كثيرا وسهر طوال الليل يشربان الخمر حتى سكر أحدهما أما الثاني فكان فائقا بعض الشيء وبعد وقت قصير فوجئ الشابان بمن يطرق بابهما الساعة الرابعة والنصف فجرا فاستيقظ أحدهما وفتح الباب وهو يفتح عينا واحدة وإذا بموظف الاستقبال يقول له إن إمام مسجدنا رفض أن يصلي الفجر عندما علم أنكم من المدينة المنورة وبفندقنا فنحن ننتظركما بالمسجد في الطابق الأرضي صدم الشاب بالخبر وأسرع إلى صاحبه وأيقظه وقال له هل تحفظ شيئا من القرآن فرد عليه أنه لا يمكن أن يصلي إماما ثم جلس يفكران كيف يخرجان من هذا المأزق وإذا بالباب يطرق مرة أخرى ويقول لهما موظف الاستقبال نحن ننتظركما بالمسجد بسرعة قبل وزوغ الفجر فدخل دورة المياه واغتسل ثم نزل إلى المسجد وإذا به يمتلئ عن آخره وكأنه صلاة جمعة فتقدم أحدهما للصلاة فلما كبر وقال الحمد لله رب العالمين بكى أهل المسجد وهم يتذكرون مسجد رسول الله فبكى الشاب معهم وقرأ الفاتحة والإخلاص في الركعتين لأنه لا يحفظ غيرهما اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وبعد الصلاة تزحم المصلون يسلمون على الشابين وكان هذا الموقف سببا في هداية هذين الشابين والآن أصبح هذا الشاب الذي أمى الناس داعية مميزة فسبحان الله الكريم الذي يهيئ لعباده طريق الهداية من حيث لا يحتسبه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الشابين المفيد المترجم للقضان الكفر المترجم للقضان المترجم للقضان